صدمة في صفوف المنتخب الفرنسي بعد الإعلان الرسم من جانب الاتحاد الفرنسي عن استبعاد كريم بن زيمة من قائمة المنتخب المشارك في منديار قطر 2022 وخروجه من قائمة 26 لعب المدافعين عن لقب ديوكل اللي أحرزوه في عام 2018 كريم بن زيمة كان خاض التدريب الأول ليه التدريب الكامل الأول ليه مع متخب الفرنسي لكن وضح أنه كان بيتحامل على نفسه وتجددت الإصابة عشان يذهب كريم بن زيمة إلى مركز بيتار ويتأكد الخبر اللي كانت جميعا يخشى منه أن كريم بن زيمة لن يستطيع خوض كاس العالم من جديد بعد عام 2018 اللي لم يستطيع خوضه بسبب أسباب أخرى وقصة بتاعة الشريط اللي كان موجود في موضوع بالبوينا والقصص اللي احنا عارفينها دي كلها برضو تجدد الإصابة دي بيخليني برضو أتكلم عن أنه كان دايما فيه تشكيك في أن كريم بن زيمة في الفترة الأخيرة لا يشارك مع ريان مدريد خوفا بس على نفسه أنه هو يصاب قبل مونديال قطر 2022 لكن الحقيقة كانت واضحة أنه كريم بن زيمة كان كل فكرة أنه هو كانش قادر يلعب كان مصاب طول الوقت وكان بيحاول يتعافى قبل المونديال لكن للأسف هيحرى من جديد من المشاركة في كاس العالم دلوقتي منتخب الفرنسي عنده احتمكانية أنه هو يستبدل كريم بن زيمة حتى يوم الثلاثة محتاجين أنهما يعودوا يركزوا يهدوا ويفكروا إيه اللي ممكن يعملوا هل يجيب ولاعيب ولا بحسب بعض التقرير أنهما هو ممكن ما يجيبوهش بديل أصلا المناسبة ورد في بعض التقرير قالت كريم بن زيمة كان حريص أن الموضوع يخلص جسورة عشان خطر يمنح الفرصة للمتخب لإيجاد بديل ودي حاجة طبعا تحترب منه جدا في كذا بديل ممكن جدا منتخب فرنسيا الجاء له بس أكيد مش كلهم على مستوى كريم من زيمة في نوعين من اللاعبين أول نوع هو اللاعبين اللي انخرطوا مع المنتخب قبل كده وكانوا موجودين في الصورة زي مسلا وسام بن يادر وسام بن يادر واحد من المهاجبين للأكفاء اللي ممكن جدا يكون إلى حد ما بيؤدي أدوار كريم من زيمة وإن كان أتوقع طبعا أن اللي حيحل محل كريم من زيمة محل كريم من زيمة في التشكيل الأساسي هو أوليفيا جيروه اللي بيقدم مستوى كبير آآ مع ميلان في واحد من الاختيارات التانية برضو هو أنتوني مارسيال مع مهاجم ماتشستر رونايتد اللي مش أحسن حاجة أكيد وأقل كريم كتير من كريم من زيمة اللي كان ممكن يكون لعب من اللي برضو اتعتادوا أجواء منتخب فرنسا إلى حد ما وممكن يؤديهم إضافة على نوعا ما يعني في حالة الاستعانى به في مبارات في الشوت التاني لعب آخر كان معتاد الأجواء برضو للمنتخب الفرنسي هو مهاجم أرسن الصابق ومهاجم ليون الحالي والصابق أو الأصبق يعني في نفس الوقت أليكساندر لكازات الأليكساندر لكازات ممكن يكون أحد الاختيارات اللي ممكن يلجأ لها دي دي شوان هو يلجأ لبديل ويعني ما يخسرش بركز أو ما يخسرش مكان موجود عنده في القائمة على اعتبار أنه هو التلات لعيب يا دول كانوا موجودين مع المنتخب قبل كده ممكن يعتاد الأجواء على طول فيه لعبين آخرين مقترحين من جنب الأعلام الفرنسي والجميع الفرنسية زي أمين جويري مهاجم سانت مهاجم ستادرين ونفس اللاعب نفس النادي برضو يضم اللاعب أرنو كاليمويندو اللي اتنين دول ممكن يكون يعني مواهب تخوض بطولة للمرة الأولى وممكن هما ياخدوا فرصة على السن هما على الأقل يعتادوا الأجواء مش ممكن أبد أن هو يستعين بيوم دي شوان دي شوان بسرعة كده لكن هي اختيارات عندك خمس لعبين زي ما قلنا وسان بن يدر أنتوني مارسيال وأليكساندر لكازيت وكاني ميويندو وأمين جويري دول ثلاثة خمس مهاجمين تأوي يعني يحتلوا هذا المركز من الهجوم لكن ممكن جدا يلجأ دي شان لمركز آخر يعني يعد العدة لمراكز أخرى أو يدعم المراكز الأخرى بلاعب آخر ممكن تقترح علي هل ممكن دي شوان يلجأ لبراس حربة ولا ممكن يلجأ لإضافة لعب آخر مثلا مثلا على مستوى الخط الوسط اللي كان أصلا بيعاني من غيابات فيضيف لعب على اعتبار إن ممكن في أي لحظة ما يحتاج أن هو يستعين بلاعب آخر ولا يعتدد يكون واحد من اللعبين كما فينجا أو تشواميني أو أي لعب يعني ما عندوش الخبرة الكافية مع المتخب الفرنسي في الوقت الحالي زي ما كان الحال مع كانتي وبول بوكبا لعله وعسى يكون عنده خيارات مختلفة دي دي شوان عشان خاطر يحل الأزمة والمعضلة اللي هو داخل فيها دي بسبب غياب بنزيمة آه صحيح كريم بنزيمة ما كانش موجود لما منتخب فرنسا فاز بالبطولة في عام 2018 لكن كان جيروه حاضر صحيح كان حاضر يمكن كان أقل من دلوقتي كمان يعني جيرو دلوقتي يعتبر يمكن أفضل من الفترة اللي كان عليها في 2018 كان بيلاكوا انتقاضات كتير قوي لكن الأكيد برضو المتخب فرنسا ما كانش يعني خط غسطه مسلا في 2018 كان بنفس القوة فكرة انك تبقى حامل اللقب دايما انت محتاج زاد وإضافة من اللعبين وكريم بنزيمة مش اللعيب اللي سهل اتعوضه وكمان الاستراتيجية والتاكتكس اللي المتخب اعتاد عليه في السنتين اللي فاتوا بعد عودت بنزيمة للمتخب أو على الأقل بعد آخر سنة في آخر سنة اعتقد انه هيعمل هزة كبيرة للمتخب فرنسيا ممكن يغير من الامور كتير طبعا مش اكيد على سبيل المجال على مستوى المجموعات لكن على سبيل الأدوار الاخرى اللي ممكن يعاني فيها المتخب فرنسيا لحد ما شاركوني برأيكم من اللي انتوا للعيب اللي شايفين ان هو يكون المديل الأمثل لكريم بنزيمة سواء مهاجب أو في مركز آخر وفي نهاية الفيديو زي ما تعودنا بطلب منك تعمل لايك أو شيل لو المحتوى عجبك لو المحتوى ما عجبكش انت مش مقدار بتعمل اي حاجة وكمان بشترك بطلب منك طبعا تشترك في قناة على اليوتيوب وكمان على صفحاتي على وسائل للتواصل مع فيسبوك وتويتر وانستجرام سبكم على الخير مع السلامة